في مكان تم انتقاؤه بعناية اختار الاستعمار البريطاني أن يكون الوادي الصامت كما يسمى مرقداً أبدياً لمتوفيهم في عدن ومنذ ذلك الحين صار هذا الفناء المسور معلماً أثرياً وشاهداً على حقبة مهمة من تاريخ الوطن وهذه المدينة المقبرة لا فيها أي حاجة والأمور تمام وكلها كذب فيه كذب وطبعاً الأمن اللي داخل منطقة صلاح الدين ما بيرضاش على هذا الخبر أبداً وهذه من أيام بريطانيا الأمور يعني لا أرضين حتى لهم يهود ومقبرة يهود ما يرضيش الله ولا رسوله أن نخرج مئة من القبر ورغم الأنظمة المتعاقبة لم تشهد هذه المقبرة أي حادث يعكر صفو النائمين هنا أو ما يقلق أهاليهم الذين كانوا يؤتون للزيارة إلى ما قبل الحرب الراهنة الحرب التي أعقبتها في عدن متغيرات كثيرة تهدد آثارها المتنوعات وبعد سنتين من انتهاء الحرب والاستثباب النسبي للأمن طفت مؤخراً أخبار مقبرة الإنجليز نحن الآن أمام بوابة مقبرة الجنود البريطانيين في منطقة صلاح الدين غرب العاصمة المؤقتة عدن أتينا لمعرفة حقيقة الأخبار المتداولة عن نبش قبور الجنود والاستيلاء على المقبرة الأثرية التي يزيد عمرها عن ستين عاماً كاميرا بلقيس تجولت هنا لتؤكد عدم صحة الإشاعات التي تم تداولها حتى على المستوى البريطاني فيما على المستوى المحلي التقينا بماجد وحيد أحد جنود الأمن في حي صلاح الدين الذي أكد على يقضة الأمن والأهالي للحفاظ على آثار هذه المدينة العسكرية المنشأة من قبل البريطانيين وتظل هذه المقبرة بتخطيطها الهندسي المميز وانتظام النائمين بسلام فيها شاهدة على من مروا من هنا ذات يوم آدم حسامي قناة بلقيس عدن ترجمة نانسي قنقر